السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث السنوي حباب قلب المحترمين يا رب تكونوا بخير كده وسحة وسلامة ردا على السؤال الشائع لكل طلابنا المحترمين اللي كانوا معانا على الأرض وطلاب المنص وطبعا طالب اليوتيوب لو حابب النووي يبص على الكلامنا طبعا هو مفيد طبعا حباب قلب المحترمين طلابنا كانوا يسألونا امتى مستر هنبدأ نحل شامل حبيب قلبي ألف مبروك عليك احنا خلصنا خلاص المراجعة النهائية اللي هي مراجعة الأبواب باب باب وحل الأسئلة عليه وبكده يا شباب احنا خلصنا مع بعض الجزء الخاص بمراجعة الأبواب كباب باب وبدأنا مع بعض في حل الاختبارات الشاملة كلامي طبعا لحضرتك سواء كنت طالب عام أو أزهر انت عارف ان احنا نحبا لقبل انتحان العرب دول يعني قبل بداية انتحاناتك هنحل اختبارات شاملة ايه الاختبارات الشاملة اللي احنا عنحلها بالفترة الجاية شيئالناس اللي بتسألني قلنا يا جماعة ان احنا عنحل اختبارات 2020-20 دور اول ودور ثاني واختبارات 2021 دور اول ودور ثاني والنموذج الاسترشادي وده كمان يا جماعة زي ما قلنا لطلاب العام وطلاب الأزهر فحبيب قلبي لو انت ما اشتركتش معانا وحاجب ان انت لسه هتشترك فيه حاجة اسمها كورس طلاب السنتر تقدر تشترك معانا فيه ده اللي الطالب اللي كان معانا في السنتر اول اللي حابب ياخد اللي امتحانات الشاملة ولا يالي الامتحان بس ده جماعة هيكون كله عبارة عن حل اختبارات شاملة حل الاختبارات الشاملة ده جماعة بالنسبة للطالب الازهر بيكون اختبارات الازهر السابقة من كتاب الطيب بالإضافة لو فيه اختبارات تانية كمان هنحلها لك أما بالنسبة للطالب العام فكان فيه خصمين اختبارات 22 و 21 بالإضافة للنموذج الاسترشادي بالإضافة كمان يا جماعة لحل مذكرة ليلة الامتحان اللي احنا نزلناها وقلنا انها متاحة في كل السناتر وكمان حالياً أصبحت متاحة على بوكستور وممكن تطلبها من الشحن للشحن وإحنا قلنا يا جماعة والأفضل لك انك تكون حاجز مراجعتك بدري وما تستناش لحد ليلة الامتحان علشان حبيب قلبي ما يبقاش فيه تأخير عليك وتبقى أمورك كلها بإذن الله جاهزة تيجي على ليلة الامتحان تاخد مراجعتك شاملة بإذن الله وتكون الأمور معاك مستقرة وما يبقاش فيه أي قلق بالنسبة لك طبعاً يا جماعة المراجعات مهمة جداً حل الاختبارات الشاملة هام جداً بنبه تاني طلبنا المحترمين ان احنا على المنصة وفرنا لك حاجة مهمة قوي انك بعد ما بتخلص كل باب هتلاقي اختبارات شاملة على الباب ده عايز تحل على الباب الأول أو الباب الثاني أو الباب الثالث أي باب لوحده هتلاقي أسئلة تخش تحل على الباب ده فقط بمجرد ما بتحل وتبعت الامتحان بتاعك بتظهر لك النتيجة وتظهر لك أخطائك دي حاجة كمان هيكون عندك الإسبوع الجاي إن شاء الله فيه اختبارات شاملة اختبارين هيكونوا مفتوحين تقدر لو انت خلصت منهجك وحابب انك تحل اختبار شامل لأن جماعة حزاري انك توصل لامتحان آخر السنة في أي مادة وما تكونش حل اختبارات شاملة أنا بقولش إن احنا حلنا ألف اختبار شامل بس على الأقل أنت هتحل معي في حدود عشر اختبارات شاملة طب حضرتك لوحدك على الأقل تبقى حلية اتنين اختبار شامل أما إن الطالب يوصل لاختبار أي مادة وما يكونش حل اختبار شاملة على المادة فده خطر كبير حبايب قلبي اوعى تقع فيه بس النصيحة اوعى تحل اختبارات شاملة قبل ما تكون خلصت مع نفسك مراجعة باب باب وإحنا إن شاء الله جماعة هننزل بناء برضو على طلب طلابنا المحترمين جدول تعمل فيه ايه في الفترة الجاية لو حابب إنك تحل الكيميا أو ترم الكيميا معالخ أخذ بالاعتبار إنك لو حبيت دلوقتي إنك تبزل مجهود كبير ممكن حبيب قلبي تقدر ولكن هيكون على الضغط شوية لإن كمية الفيديوهات اللي كانت نزلة كانت كبيرة شوية فرجاء طلابنا المحترمين تابع المحتوى بشكل منتظم ما تعملش أي تركم وربنا إن شاء الله يوفقك لكل خير أشوفكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة